كبداية اذا كنت مشغول عندك اي شي تسوي سوي شغلك ورجع حق الفيديو لان الفيديو راح تكلم بدون مغدمات بدون اي شي يعني مثل ما تقول درداشة بتكون فمشغول مثل ما قلت لك لا تقول الفيديو طويل ان شاء الله انا بحاول اني ما اخلي الفيديو طويل لكن هذا اللي بقدر اصوي فنبدأ السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم راح اتكلم معاكم عن الشكل الجديد للآيفون اللي بينزل طبعا كبداية الشكل اللي راح نتكلم عنه حين هذا الشكل اللي طلع الناس قالوا هذا اللي راح يكون الايفون 9 اللي بينزل في مارج بعد 3-4 او شهرين او شهرين يمكن بيكون الناس قالوا لا هذا الايفون 12 طيب جات الاخبار جات الكلام ان كيف الايفون 12 راح يكون كده ابل قالت ان راح تشيل النوتش كيف ابل راح ينزل في الايفون 12 في نوتش اوكي نتكلم عنكم حبة حبة كبداية ابل ليش ما شالت النوتش ناس ناس كثير تكلم ان الاندرويد متقدم على ابل كثير الاندرويد في اشكال كثيرة ليش ابل مثل ما تقولون بخيلة في تغيير الشكل انا ما راح اكلمكم التغيير الشكل الخارجي الشكل الخارجي عادي لكن اكلمكم مثلا حواف الجهاز بعاد الجهاز لحق الشاشة شركات كثيرة شالون نوتش بعض الشركات عندها عنده خربط عندها حفرة عندها نوتش في زاوي صار عندها كاميرا تطلع من فوق عندها جهاز بدون نوتش الكاميرا تحت الشاشة عندها حفرة عندها شركات اندرويد راح تكون الكاميرا تحت الشاشة ليش ابل ما تسود الاشياء كلها ابل ما توقع انه ما بقادر على هذه الشي ابل عندها كاش تقدر تسوي لك اي شي تابع انت الشكل لكن بالنسبة لي الايفون الجديد 12 في اشاعات انه راح يصغر النوتش في اشاعات راح يتكنسل لكن بالنسبة لي انا كلمكم عن الاشياء الاشياء اللي اتوقع هذا الشكل الجديد اللي راح يكون للايفون 12 اللي هو حواد حادة نفس الايفون او الايباد برو مثل ما نشوف الحواد 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 الحواف لكن ليش في نوتش هذا مثل ما تشوفون حتى البرنت او الشكل ليش في نوتش بالنسبة لي اتوقع ان ابل راح تسوي حركة اللي اوكي نقدم الستب ونتأخر حبتين كده نفس حركة اول ما اصوتها في الايفون 10 يعني نزل الايفون 10 بالنوتش شكل النوتش لكتر اشخاص ما يحبونه نزل الايفون 10 في نفس الوقت نزل في نفس الوقت في نفس الوقت اوكي في شكل في زر وفي كل شيء شكل الغديم والشكل الجديد اللي بالنوتش فبدأ انه برمجين بدا كل الوقت يساون يعني يحطون برمجهم الحق النوتش ودعم الحق الايفون الغديم نفس الشكل العادي فاتوقع حين الحركة بيساون نفس الحركة يكون في نوتش الحق الايفون 12 برو او يكون نوتش صغير مثلا او بدون نوتش فاوكي احنا هذا الاستب الجديد نسوي هذا الخيار الخيار الثاني كذا ابل وما تحب تتقدم على طول ابل تقدر تنزلك اربع جوالات واحد بنوتش واحد بخرم في الوسط واحد كاميرا تطلع من الفوق واحد بس هذي الاشخاص اللي يبون اوه ابل كذا بدعت عندهم لكن البرامج مرح يشتغلون عادل انت ابل مرح تتقق عليه بس اوكي اطلع جهاز شكل جديد حلو والناس كلهم يبونه وبعدين البرامج ما تشتغل عادل البرامج ما يكون اداء البرنامج حلو البرامج ما بعادل يعني تذكر الكل يعرف حتى اللي يحب الاندرويد يعرف ان سناب شات والبرامج الثانية البرامج حقهم في الايفون افضل هناك ليش لان ابل تحكر المبرمجين ابل مثلا البرنامج الاكس كود او البرمج ابل اجت تسوي لك البرنامج تفتحه ابل تحددك يقول لك اوكي ساوب كدا ولازم تحط مثلا في ايبرول السن الجاية يعني بعد اربع شهور بس يأتي ابل وخلاص اي مبرمجة يحدث البرنامج حقه اجباري يحدثه ويدعم النوتش لازم كده ابل خلاص عادت المبرمجين حين سنتين وهم يدعمون برامجهم ويخلون حق النوتش بعدها خلاص ابل حين خلاص هذا استبب من استببات انه ما نقدر ننزل برنامج في اوبستور ابل ما تستطيع يعني تمنع المبرمجين كلهم اي برنامج يجب ان يدعم النوتش حين خلاص خلاص من هذه المرحلة نبدأ المرحلة الثانية وتبدأ السنتين ثلاث سنوات لو تسقروا النوتش او بتشيل النوتش كامل ابل يعني ماسكة في الوسط ان نتحدث النوتش او انه يعني تبي تغير شكل الجهاز وبرضو تبي الثبات لحق البرامج والمبرمجين ما توهقهم يعني تخيل ان تنزل الجهازين في خرم و في نوتش اذا المبرمج يعني لازم تعطي مهلة للمبرمجين مثل اول ما نزل ايفون 5 اس يا مدعمة 64 بت يعني عاطت المبرمجي تقريبا سنتين او ثلاث سنوات بعدين خلاص الحين قالت لهم لازم 64 كلهم الاندرويد الى الان اتوقع فاضح 64 لكن في الاندرويد مثلا لو تكلم عن الاندرويد لا فيه خرم فيه دائرة فيه فتح الجهاز بفوق المبرمج المبرمج يتواهق يعني اوكي بتبرمج لحق اي جهاز لا تقولي بتبرمج لحق سامسونج ما تقدر تبرمج لحق شركة واحدة لانا سامسونج عندها خرم عندها دائرة عندها اوكي افتح البرنامج البرنامج في الابراج وين بيكون ليقونات الشعار اللمس وين بحطه فذي الاشياء كلها الجهاز عندها يعني 2K 1K 720 1080 بيكسل الاندرويد جوجل يعني هواوي 2K 64 فلاش شاشة كاملة بدون اي كاميرا المبرمج يتواهق اوكي عندنا ثلاث جوالات في كلهم نوتش السلسلة اللموجودة عندها اخيارين يسوي لك جهاز لحق البصمة الشاشة كاملة بدون نوتش وبرمج لحق جهاز الثاني اللي بالنوتش بس السنة هذي خلاص تجبرهم لحق نوتش تسوي نوتش اجباري خلاص تبدأ الحين تسقر النوتش او بتكانسل النوتش فتبدأ تعطيهم سنتين مهلة تسوون النوتش يعني بتصغير النوتش وبكل شيء بعرين تبدأ بمرحلة الثانية كده حبة حبة فهذا اللي يخلي ثبات البرامج قبل متواهقة في هندلهم حقها بتكون الاي وستيرتين كيف المشاكل اللي تطلع الكثيرة فما تريد ان يتواهق برضا في هم برمجين دعنا نمسك اداء او الكواليتي حق البرامج ونكمل بجهة ثانية كده فهذا المشكلة هذا الشيء ان الايفون 12 اوكي يمكن انا بالنسبة لي احس ان الاستب يسوي نفس الحركة يعني ينزل الجهاز بنوتش 11 او 12 غسطي و 12 وبرو يكون بدون نوتش او ان النوتش صير فنبدأ حبة حبة لو سقرون او سوهم شيء مهم ان نبدأ السلسلة لديه حبة حبة كده فهذا اللي ودي يسمونه وهذا ليش ابل متاخرة في ذا الشيء و ابل ما تريد تسوي لك اجهزة بسرعة ونفس الشركات الثانية فبس اتمنى الاشخاص فهموا وعرفوا ليش ان ابل تتأخر في ذا الشيء وتتأخر في التغنية يعني اكثر الناس يحسون ان ابل متاخرة في التغنية ابل تنافس نفسها ما تنافس شركات الثانية خاصة في النوتش الاندرويد لا ينافس بعض ويناب بعض الشركات نفسهم يعني تعطيك الخيارات كلها لان اردى اصلا مبدع من النوتش عندهم اردى اصلا مبدع من الدائرة مبدع من الخرم اللي في الجنب مبدع من فقط اهم شي يشتغل الجهاز ابل ما تبيض الشيء فهذا البرنامج و هذا الفيديو هذا اللي احب توضح لكم اياه ووصل لكم معلومة ان شاء الله اعجبكم فيديو فالايفون 12 الجديد بالنسبة لي يمكن يصير 12 مثل ما نشوف 12 بالنوتش رخيص تولفو برو نوتش صغير او يختفي النوتش يمكن يختفي النوتش نشوف قدام ماذا يفعلون قبل ما انهي فيديو هناك مسابقة مثل ما قلتكم عن الاربوتز بسويها المسابقة و الشروط المسابقة موجودة في نفس الفيديو الفيديو في الغنام موجود فتحوه وشوف الشروط و متراح على الفايز لما نوصل الى 10 الاف ان شاء الله على حسب همتكم نوصل الى 10 الاف فقط الحابب يشترك في المسابقة يخش و يشترك و مبروك مقدما للبيفوز ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالغناة و نشر المقطع و ملايك المقطع بتحليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا من فضل دعاكم والسلام عليكم نهاية الفيديو طالب جمع البطляется مجد نحن من مضaton متراح ي lieين